أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا خزوى أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تسعجلون الاستعجال من طبيعة الإنسان ولكن في الجنة ليس هناك استعجال ولا ملل هناك على سبيل المثال في هذه الدنيا يشرب الناس الكولة وعندما يشربون نصف الكوب يملون منه هكذا خلق الله البشر ولكن في الجنة لو شرب الإنسان أطنانا من الكولة فلن يتعب لن يكون لديه إحساس بالملل أو التعب أما في هذه الدنيا فيبدأ في مشاهدة فيلم وعلى الفور يشعر بالملل في الجنة سوف يشاهد المؤمنون الأفلام جميع الأفلام التي يحبونها يقول الله تعالى لهم فيها ما يشاءون سيتسابقون بالسيارات والقوارب وبالطائرات ولكن ليصيبهم الملل من أي منها في هذه الدنيا يحاولون أن يتسابقوا بالقوارب ولكن بمجرد أن يصعد على سطح القارب يشعر بالتعب ويقول أتمنى لو أن السباق قد انتهى يتسابقون بالسيارات وحتى قبل أن يبدأ السباق يقول ليت السباق ينتهي هذه السباقات غاية في الخطورة في الجنة لن يكون هناك تحطم أو حوادث للسيارات سوف يمكنك أن تسرع كما تريد فلن تتحطم ولن تكون هناك أي مشاكل على العكس تماما في هذه الدنيا فكل شيء ناقص معيب لهذا السبب يقول الله تعالى أن كل شيء في هذه الدنيا هو متاع زائل يقول الله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صورة آل عمران الآية 185 متاع الغرور على سبيل المثال ما أكثر شيء يستحوذ على عقول الناس ربما السيارات ولكن إلى متى سوف تدوم السيارة عشر سنوات وربما عشرين بعد فترة من الوقت تصبح من النفايات كل شيء مؤقت ولكن السيارات في الجنة لن تصبح نفايات أبدا حتى ولو بعد مئتي مليون سنة ستظل بجودتها كالجديدة بينما في هذه الدنيا تصير السيارات قديمة وبسرعة انظر إلى الزهور إنها تذبل على الفور بينما زهور الجنة لا تذبل أبدا إنها زهور ذكية سوف تتحدث إليك وعندما تسألها سؤالا ستجيبك قد تأمر الزهرة بأن تميل إليك وسوف تفعل ذلك لن تحتاج حتى لأن تقول لها ذلك مجرد التفكير بالأمر سيكون كافيا لتحقيقه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر